الحقيقة أنه العالم كله جه وشاف وكل المسؤولين الأمميين والدوليين كانوا موجودين على معبر رفح من الجانب المصري وشافوا الإصرار المصري من اليوم الأول للعدوان على مسألة دخول المساعدة لو رجعنا مع حضراتكم ليوم 7 أكتوبر وقت ما بدأت هذه الحرب على أخواتنا في غزة فالحقيقة أنه بلدنا كانت أول من تحرك على كافة المستوات مصر استخدمت كل أدواتها السياسية والديبلوماسية لمنع تفاقم الأوضاع لمنع ترد الأوضاع لمنع اللي بيحصل دلوقتي واللي وصلنا له دلوقتي واللي أخواتنا في غزة يعني وأشقاءنا هناك وصلوله الحقيقة أنه المعبر عمره متأفل من الجانب المصري إيه اللي حصل؟ اللي حصل وده قالته الدولة المصرية كان فيه ضرب مستمر من الجانب الإسرائيلي للمعبر لإعاقة دخول المساعدات الحقيقة أنه نحن شفنا شبابنا وبناتنا والسوائين المصريين والعربات المصرية اللي كانت محملة بالمساعدات بيتين قدام المعبر بيستدعوا العالم كله علشان يشوف التعنت من الجانب الإسرائيلي لعدم دخول المساعدات مصر الحقيقة دعت المجتمع الدولي كله لتحمل مسؤولياته للضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات للقطاع اللي بيربطنا بالناس في غزة رابط يمكن أكبر من تصورات العالم كله لأنه الحقيقة دي علاقة كلها أخوة ومحبة ودعم وسند من اليوم الأول في هذه القضية اللي بنتوقف عنه الحقيقة أنه الجانب الأمريكي لا يرى كل ما تفعله إسرائيل منذ اليوم الأول لهذه الحرب ولا يرى ماذا تفعل إسرائيل بخوتنا في غزة إلى الآن رغم أنه مؤسسات دولية زي الأنرواء والصليب الأحمر ويعني غيرها كتير كان لها كلام وإشهادات واضحة بما يفعله الجانب المصري من بعد السابع من أكتوبر لإغاثة أهلنا في غزة والحقيقة هنا نتوقف عند مسألة تبادل الأسرة اللي هم مزدوجي الجنسية لو حضرتكم فاكرين مصر هنا وقفت وحطت شروط في ده أنه مقابل ده لازم يبقى فيه نفاذ للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة الجانب المصري هو اللي اشترد ده فالحقيقة أن هذه التفسيرات ملاش أي أساس من الواقع ووجود مسؤولين دوليين باستمرار وإشهاداتهم المستمرة بما يفعله الجانب المصري حكومة وقيادة وشعب دي كانت إشهادات مستمرة الحقيقة موقفنا كان واحد من أول هذا العدوان ومستمرين في هذا الموقف السابع